أحبائي مرة تانية بحب أذكر المشاهدين الكلام اللي أنا بتكلمه يعني مش خارج عن صياق التاريخي أو الحديث اللي إحنا اتعلمنا فإذن أحبائي واضح إنه حضارة العرب عم بتحاول تطغى بكل أشكالها بكل نوعياتها على كل الثقافات والخلفيات والحضارة طبعا يمكن باستثناء بعض الدول الآسيوية المسلمة ما زالوا بيتكلموا لغتهم أو إيران أو تركيا ولكن بشكل عام إنه كان نشر الدين هو نشر اللغة العربية إخوتي وأخواتي أقول هذا الشيء لا على أساس إنك تلغي حضارة أو الثقافة أو تطمس هوية معينة الوطن للجميع وكما يقال إنه الدين لله ما هي علاقتك بالرب؟ أعوز أسألك بشكل شخصي حقيقة أنت لما بتسمع هذا الكلام شو اللي بتذور في ذهنك؟ أنا عارف إنه في البعض رح يهاجمني ويكتب كلمات وكوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست يعني رح يكرر نفس الكلام ونفس الشيء بدون أي شرح بدون أي إفادة بدون أي منطق بدون أي شيء اللي عم بقوله أنا أحبائي أي الخطأ؟ طب ما في ناس كتير يبتترك الدين وملحدين يعني حتى في الإلحاد الإلحاد هو دين على فكرة كمان يعني مش بهدد الشخص بالقتل إذا رفض الإلحاد ليه إحنا ممنعة الحرية للاختيار؟ أنت حر إنك تآمن بالشيطان تآمن بأي دين أنت إلك الحرية إلك الحرية أيوة من حقك إنك تتكلم عن دينك من حقك إنك تكرز أو تدعي في دينك أو معتقدك إلى كل الحق ولكن حريتك تصل إلى هذا الحد إنك ما تأذيني ولا إنك أنت تأذي إراتي أو قراراتي لأنه أنت لو أزيت قراراتي آه ممكن تغير وأولادي يمكن بعد هاي يعني جيل جيلين خلاص بيصير في معتقدك ولكن لما منرجع للتاريخ كل هاي الشعوب هل بتراجع أنفسها؟ تيجي تقول في لحظة فعلا أنا عاوز أختار هذا الدين هذا الدين هذا الدين هذا الدين اليوم في الغرب اليوم كتير عم بيلتجوا للعبادات التأملية اللي جاءت من آسيا إلى آخره لا حد بيمنعهم ولا حد بيقتلهم حتى في إسرائيل كتير من اليهود اللي أصبحوا أو صاروا مسيحيين إذا كانوا ساكلر يعني علمانيين أنت حر أنت وإيمانك ومعتقدة إذا كانوا من اليهود المتدينين الأورتدوكس بيعملوا جنازة رمزية جنازة رمزية على الشخص اللي صار مسيحي وكأنه مات بالنسبة أو فعلا بيعتبروا أنه مات بالنسبة لإلهم ولكن اترك المعتقد لقرار الشخص ولكن هذا علينا أنه نتكلم عنه بحرية وأنك تدعي وتقول وعلى الشخص هو اللي يختار ويقرر هذا الإيمان وحتى إذا قرر أنه يترك مثلا دين لا تهددوا بالقتل أو الرجوع أو حد الردة أو السيف الأخيرة وبعدين ترجع بآيات أخرى تقول إحنا لا إحنا مسالمين لا لا إحنا بدنا نواجه أنفسنا ولازم نتكلم بصراحة عشان إذا اكتشفنا شو هي المشكلة اللي عنينا منها في الماضي إحنا شعوبنا زكية جدا ونعتقد أن شعوبنا إذا فعلا إرجعنا للكتاب أنا بقولك خمس سنين منكون فعلا من أعظم شعوب العالم هاي يعني مش كبرياء ولكن فعلا عاوز أقول أنه الله وضع زكاء في هذه المنطقة اللي هي الشرق الأوسط اشتركوا في القناة